في إطار طلاع سموه على كافة المستجدات على الصعيد الأكاديمي التقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة الدكتورة فاليري فوجان الرئيسة التنفيذية للمعهد الملكي البريطاني للعمارة وذلك في قصر الابدع ورحب سموه بالدكتورة فاليري مشيرا إلى أن العلاقات المتميزة للشارقة بمختلف المعاهد المهنية المتخصصة والمؤسسات العلمية والجامعية ببريطانيا ما أسهم في تطوير المستويات وتبادل الخبرات في كافة المجالات الأكاديمية اللقاء تناول أبرز الأسس العملية لترقية الأداء في المجالات الهندسية للعمارة والتي تسهم في التنمية الحضرية وتطوير الحياة في المدن بالإضافة إلى الأدوار الهامة التي يقوم بها المتخصصون في المحافظة على المظهر الحضاري إلى جانب المحافظة على التراث المعماري واطلع صاحب السموه حاكم الشارقة أيضا خلال اللقاء على الخطط الخاصة بالمعهد وما يعمل عليه لتطوير العاملين في مجال العمارة وتنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات إلى جانب خططه المستقبلية من جانبها قدمت الدكتورة فوغان شكرها وتقديرها إلى صاحب السموه حاكم الشارقة على حسن الاستقبال مشيرة إلى إجابها بما شهدته في الشارقة من التطور والتعليم والمعرفة ما يسهم في تبوئها مكانة مرموقة ورائدة في المجالات المتنوعة بالإضافة إلى تميزها بتصميمها المعماري الذي يراعي البيئة واستدامتها وتواصلها المستمر مع الجامعات والجهات العالمية اشتركوا في القناة